عملية الدخول للبيوس او ال UEFI بتمثل تحدي كبير جدا لمستخدمين كتير والموضوع بيكون محبط لما بنقولهم شوفوا ايه الزر اللي مسؤول عن دخول البوت مينيو او البيوس وبعد عادة تشغيل الكمبيوتر احيانا الناس مش بتلحق تدوس على الهوتكي او المفتاح اللي مسؤول عن الدخول للبيوس لذلك في الفيديو ده حنتعلم طريقة سهلة جدا نقدر ندخل من خلالها على البيوس او ال UEFI بسرعة جدا اهلا وسهلا بكم برحب بكم في فيديو جديد انا محمد غراب طيب خلينا علشان نعرف احنا ندخل ازاي على ال UEFI من خلال الويندوز هنجيب ال CMD او ال command prompt ونشغله run as admin structure بسلحيات ال admin وبعد كده نضغط على yes هتفتح معنا نافذة command prompt بالشكل ده نعمل زوم كده علشان خاطر يبقى الامر اللي احنا نكتبه يكون باين ده الامر اللي احنا نستخدمه علشان نقدر ندخل على ال UEFI من خلال الويندوز طيب خلينا كده نشوف الامر ده عبر عن ايه shut down ده الامر اللي مسؤول عن اقاف او اعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر slash r ده flag معناه reboot او اعادة تشغيل لان احنا بندله امر انه يعمل اعادة تشغيل مش shut down والfw ده ده الفلاج الحاسم اللي بيخلي الامر اللي بيخلي جهاز الكمبيوتر يعمل restart ويدخل للفريموير او للUEFI وfw ده اختصار لفريموير اما slash t ده time out الوقت قد ايه من تنفيذ الامر اللي حيخلي جهاز يعمل restart ويدخل للUEFI احنا لو شلنا صفر العدد ده بيكون بالثواني لو شلنا صفر المدة بتكون 30 ثانية بين ان انت بتنفذ الامر وجهاز يعمل restart علشان يدخل على UEFI تمام؟ لو احنا مثلا عايزين الجهاز يستنى ده ايه افه بنخلي الرقم ده 60 او عايزينه مثلا خمس ده ايه بنخلي الرقم ده 300 لكن احنا هنخليه صفر علشان خاطر الجهاز يعمل restart وبطريقة مباشرة ويدخل على BIOS او UEFI الخاص بالجهاز طبعا بمجرد ما بندوس enter الجهاز بيعمل restart وبعد كده بيدخل على UEFI الخاص بجهاز الكمبيوتر بتاعك وطبعا انا علشان بشتغل على virtual machine فبيبان معيه بالشكل ده او ال BIOS طبعا او UEFI بيفرم بين جهاز للتاني على حسب نوع المصنع الخاص بجهاز الكمبيوتر بتاعك او الماذر برد طيب هل احنا مطلوب مننا لحنا نحفظ الامر ده والنفذة كل ما نحب ندخل على ال boot menu او UEFI؟ لا طبعا في طريقة سهلة هنشوفها مع بعض دلوقتي طبعا الجدير بتذكر ان الطريقة دي بتناسب فقط الاجهزة اللي ال BIOS بتاعها UEFI ونقدر نعرف ده من خلال اه الامر من خلال قائمة RAN ونكتب الامر MS-Info 32 هتظهر لنا نفذة المعلومات دي هنلاقي هنا حاجة اسمها ال BIOS mode وبيكون مكتوب قصادة UEFI لو مكتوب قصادها legacy او legacy BIOS فالطريقة دي مش هتنفعها معك طيب علشان نخلي الموضوع سهل وما نحفظ الامر علشان ننفذه كل مرة هنعمل ايه؟ هندوس write click كفاية مكان على ال desktop وبعد كده نختار new ومن new هنجيب shortcut بعد كده هنعمل best للامر الخاص بالدخول ال UEFI هنا وبعد كده بندوس next ونحدد s type a name لل shortcut وليكن نخليه UEFI مثلا وبعد كده نقوله finish حيبقى الملف shortcut هيكون هنا بالشكل ده هنضغط عليه write click بعد كده نختار properties وبعد كده نجيب advanced ونخليه ان هو يشتغل بصلاحيات administrator لان ده امر مهم جدا عشان نقدر بنشغل الملف بالاساس وكمان نقدر نختار ايكونة للملف نختار مثلا وليكن الايكونة الخاصة بالshutdown دي وبعد كده نقوله ok apply ok تمام ونحتفظ بال shortcut او الاختصار ده في اي مكان وبمجرد ما بنفتحه بيعمل restart للجهاز وكمان نقدر نمسكه ونسحبه ونوديه هنا في taskbar ونخليه مثلا في اي مكان حيث ان احنا منين ما نحتاج نعمل restart نضغط عليه بالشكل ده وبعد كده نقوله yes فيعمل restart ودخلنا لقائمة UEFI بسهولة لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر اللايك ومهم جدا تشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين والاهم من ده كله ان انتو تفعلوا زر جرس التنبيات للكل علشان يوصلكم اشعر لما يكون في فيديو جديد دعموكم بالضغط على زر الشكرا او السوبر سانكس هكون محلة اقدير كبير نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله سلام شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر